ازاي اخطاء الحكام ومدى تأثيرها على الفريق طبعا تأثيرها تأثير كبير لان احنا كزا مشتعبنا باخطاء تحكمية واحنا وباقي الفرق الدور كلها بنشتكي من التحكيم معادة نادي واحد واحنا خدنا سنتين بسبب وجود الفرق والفرق حتى بقى عشان سنتين خدناهم حتى الفرق يعني لعبه فيه وبقى هو اللي بيزلمنا ومضيع مننا البطولة ومضيع مننا كل حاجة وسبعتاشر فرق تشتكي من التحكيم معادة نادي واحد بس فاحنا نرجو الاهتمام بالفرق كلها احنا عايزين عادلة مش عايزين اكتر من كده احنا مش عايزين العادلة بتاعتنا بس مش عايزين اكتر من كده والله احنا بكتا حكيم ما فيش كلام يتقال عليه ان الحكم قاضي والحكم ربنا اخلافه في الارض عشان العدل احنا شفنا عدل ولا حصل في اسوان ولا حصل في ماتش الداخلية ولا ماتش لبعد الداخلية حاجة حاجة لا يعني لا يا استنادي الأخطاء كلها موجهة الفارق بعينه والتحكيم يعني فيه لعب كتير استنادي بصراحة وفيه ظلم كبير جدا استنادي بس كفاية انضيع منها تم النقط هي صرعة للأخطاء زادت يعني مع انهم مجابين معني خبير أجنبي هنقولنا ده هيصلح من التحكيم لكن أنا الملاحظة أمامنا يا أمامة الله أنا ملاحظة أن التحكيم أخطاءه بقت زيادة والمصابقة في النازل والأخطاء دي طبعا ممكن تقصر على النادي تقصر في ترتيبه تقصر في فقدان للنقط تقصر في بطولة فعلا بطالبين لجنة التحكيم يعني تاخد بالها من الحاجات دي ويتعالج يعني احنا جايبين خبير أجنبي عشان وما يتفعلوا قد كده عشان يعالج الأخطاء التحكمية باش إنه يزودها أو الأخطاء تزيد لأن ده ممكن هيأثر على أي كل الأندية في فقدان لقاط في هبوط فريق يعني فيه حاكم ليه وجهة نظر اللعبة دي صح فيه حاكم تاني وجهة نظر اللعبة دي قطأ وفيه حاجات احنا الواحد بيلاحظها النهاردة بتتحسب بعض الأندية وبعض الأندية لأ طب ليه؟ يعني هو ده السؤال يعني ده السؤال مفيش قاعدة سبتة دلوقتي للتحكيم فالنادي الزمالك ممكن من أكتر الأندية دلوقتي بتتعاني من موضوع دول وستطر المستشار يمكن يتكلم في الموضوع ده أكتر من مرة وحط إضاءة على الموضوع دول بس مفيش حد بقى بيسأل صراحة يعني لإني يمكن الله أعلم أنا مش حايز أقول تاوضجهات بس يعني فيه ميول فيه نادي بعينه هو اللي يحاولوا يحوضوا عليه الدفة عشان خاطر إيه النور تمشي والله بسبب التحكيم ده يعني مثلا في موضوع داخلية ده ضيعنا بسبب الجهون مروش لازمة ومفوض الجهون ده أفصايد يعني بس ضيعنا ثالثة بمطع الفاضي وتعدلنا بسبب التحكيم ده وكل موضوع الأخطاء ده فإذا ملك بيداع نقعد بسبب كده يا دي مشكلة وأنا هيجي الفار وهيزبط لنا الدنيا والدنيا تمام برضه بنرجع لتاني نفس الأخطاء برضه كما تكرر كل سنة قبل كده فأريد بس منظومة التحكيم ده تبدأ تزبق الأخطاء مش عيب يعني كلنا بنغلط في الأوف الأخير بس نعدل أما هي التعديل عشان ده دوري إحنا عايزين تحكيم بالنسبة لموضوع الزمالك ومتشط الزمالك في حاجة غريبة بتحصل بحس إن الحكم خاف يأخذ القرار أو الحكم عايز يأخذ القرار بسبب طريقة مختلفة ما عرفش فيه إيه بالضبط بس يقول لأنا شايفوا إن الحكام عادة عندنا مع مطشط الزمالك حاس إن فيه كنوع من أنواع الاحتراث شوية أو الحذر إنه هو ممكن إن لأ كده متحيز لناد الزمالك أو كده بيحب ناد الزمالك أو كده بيدي الحاجة لناد الزمالك مش طلب للعدالة التحكمية بس في كل المطشاب سعوة كانت الزمالك فيها أول لأنديها المنافسة مش عايزين العدالة موسيقى